السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة القابر والنحل القناة التعليمية كثر الحديث حول الخلايا الحديثة والأجباح وأيها ينتج عسل أفضل هناك فريق يذكر أن الأجباح إنتاجها من العسل يفوق إنتاج الخلية وأن العسل الذي ينتج من الأجباح جودة وقوام فريدان من نوعهما فهل هذا صحيح؟ هناك فريق آخر يتمسك برأيه ويذكر أن الخلية هي خلية عالمية فلولاها لما وقدنا العسل عسل الخلايا أفضل وأجود وأنقى وأقوى في تواجده في جميع أنحاء العالم فهل هذا صحيح؟ وأنا باعتقاد الشخصي أن النحال هو الركيز الأساسية في قوام العسل سواء داخل الخلية الحديثة أو داخل القبح فالنحال هو الأصل في إنتاج كل منتقات الخلية محاضرة قيمة لأستاذنا الفاضل أبو حمود بن ديشان من السعودية يتطرق إلى هذا الموضوع بعمق فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع يا أخوان اللي هو حاصل جدال بين بعض الأخوة وكثير ما يحصل هذا الجدال حتى في كل مكان بالنسبة للمربين النحل في الخلايا البلدي وفي الخلايا الحديثة وحصل نقاش قبل فترة في المجموعة وشاركت أنا في هذا النقاش من باب المشاركة وليس من باب التحييز لأي نوع من عنواع التربية فالموضوع سواء التربية في الخلايا الأجباح الأعواد أو التربية في الخلايا الحديثة كلها طرق تربية وكلها طرق جيدة وكلها طرق صحيح فكانت المداخلة اللي داخلت أنا فيها شخصيا أنا بن ديشان داخلت في موضوع قوام العسل فقط وليس في جودة العسل أنا تكلمت عن قوام العسل يعني هل قوام العسل أفضل في الخلايا الأجباح أو في الخلايا الحديثة وذكرت بأن النحل في الخلايا الأجباح عنده عملية أنضاج سريعة للعسل لأسباب معينة اللي هي سيطرة النحل على قرص الخلية الصغر الحجم يستطيع النحل من وجهة نظري أنضاج العسل سريع يعني من هذه الأمور اللي لها أسباب ولكن لم أتطرق لجودة العسل بأن الخلايا الحديثة عسلها غير جيد أو عسلها غير ممتاز بالأكس كل عسل أنضج في أي خلية يعتبر عسل جيد سواء هذا الأمضاج كان متقدم أو كان متأخر الإشكالية يا أخوان ترى الإشكالية بصفة عامة الإشكالية في النحال وليس في النحل يعني توقيت النحال للفرز يعني أنا ممكن عندي خلية أنضجت عسلها ممكن أجد خلية جبح ثاني فرضنا أو عود ثاني لم ينضج العسل حسب الكثافة النحلية حسب عمل النحل حسب عدد الأقراص داخل الخلية ممكن عندي خلية فيها خمسة أقراص ممكن النحل يستطيع أن ينضج العسل في هذه الأقراص أسرع من الخلية فيها كمية أقراص أكبر فالموضوع ليس موضوع أن هذه الخلايا جيدة أو هذه الخلايا رديئة أو أن هنا عسل جيد أو هنا عسل رديء لا الموضوع هو في النحال نفس النحال يعني توقيت النحال لفرز العسل أي خلية يا أخوان أي خلية نتكلم عن أي خلية سواء أعواد أجباح أخذت وقتها في عملية إنتاج العسل وفي أنضاج العسل أكيد العسل رايح يكون ذا جودة عالية لو حبينا يا أخوان نأصل في مسائل النحل وفي جودة العسل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا لا بدنا نأخذ بكلام الله سبحانه وتعالى أولا الله سبحانه وتعالى أوحى للنحل طيب أي نحل كل نحل فلا أجي أقول لفرضنا نحل الجزيرة العربية أفضل نحل اللي في المنطقة الفلانية أقل أقل لا كل نحل في بيئته جيد كل نحل في بيئته في البيئة اللي هو فيها متأقلم مع هذه البيئة البيئة وينتج من هذه البيئة هذا نحل جيد وكل إنتاجه جيد فالموضوع عندي لما أصل فرضنا فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون يعني حتى الأعسال الموجودة المكشوفة في هذه الأشجار إذن هذه الأعسال إذا أخذت وقتها الصحيح في الأنضاج فهذه الأعسال تعتبر جيدة فلا نجي نحجم الموضوع أو نتكلم عن موضوع فقط في خلايا أعواد أو في خلايا حديثة وكما ذكر الأخوان يعني ما في أدلة تدل على أن العسل فرضنا في الخلايا الحديثة لا يعتبر عسل جيد وليس فيه جودة وليس يعتبر عسل علاجي أو غذائي لا يا أخوان خلونا بالمعقول يعني كل الأعسال التي فازت في المسابقات وفي المحافل الدولية التي تقام كل سنة كل هذه الأعسال منتجة من الأعسال في الخلايا الحديثة يعني لو على هذه الأعسال ملاحظات من ناحية الجودة لما فازت هذه الأعسال في هذه المسابقات بالنسبة للقوام الأسال نعم أنا مجرب وخلال 27 سنة مجرب الخلايا الأعواد وأيضا ممكن من 15 سنة أو أكثر مجرب الشغال على الخلايا الحديثة وعندي الخلايا الحديثة قبل فترة كانت أكثر من الخلايا الأعواد وقبلها كانت عندي الأعواد أكثر الآن أنا لم يصبح عندي تقريبا سوى 20 خلية أعواد كل منح لي الآن خلايا حديثة ولأسباب وللأمانة يعني بالنسبة للأمانة وبدون حياد لأي نوع من الأنواع أو أشخاص بالنسبة للقوام الأسل من ناحية قوام الأسل نعم لو كان في نفس الموقع خلايا حديثة وخلايا بلدي وفرزت في نفس الوقت مع انتهاء الموسم نجد بأن الخلايا البلدي أكثر قوام من الخلايا الحديثة ولكن ليس هذا يعني بأن الخلايا الحديثة ليست ذات عسل جيد بالأكس أحيانا نفرز عسل من الخلايا الحديثة ويصل عندنا قوام العسل إلى 14-15 حسب المكان اللي أنا موجود فيه وحسب مدة بقاء النحل على الثمر والتزير يا أخوان ترى هي موضوع موضوع الموضوع هو وشه؟ موضوع النحال يعني أحيانا النحال يفرز والنحل لسه قاعد النحل قاعد يضخ كميات كبيرة من الرحيق فيجي يفرز براويز فرض من العسل بكميات كبيرة عسل كثير لسه النحل لم ينضج هذا العسل يعني ما أخذ الوقت يعني يعني العيب في النحال أما الخلايا البلدي ممكن الخلايا بلدي في نفس المكان ولكن علشان صغر الأقراص النحل ختم في هذه الأقراص سريع وأنضج وتوقف عن ضخ الرحيق إضافي لأن ما فيه متسع لضخ هذا الرحيق فهنا الفروقات أحيانا تحصل في العسل بين الخلايا الحديثة والخلايا البلدي أما من ناحية الجودة ما فيه إثبات علمي يثبت بأن العسل في الخلايا الحديثة غير جيد أو فيه مشكلة وزي ما ذكرت بأن العسل في الخلايا الحديثة فاس بمسابقات العالمية بالميداليات الذهبية وبالنسبة لتربية النحل سواء في الأعواد أو في الخلايا الحديثة كل نوع له هذا يسمى نمط تربية معين يعني أنا ربي فرضنا في الأجباح لأنني أحب تربية النحل في الخلايا الأجباح لأنني أنا أميل إلى إنتاج فرضنا الشم والشم أنا أعرف أيضا أنه يعتبر علاجي فرضنا أنا أميل إلى تربية النحل في الخلايا الحديثة من أجل أخذ إنتاجية أكثر لأن الخلايا الحديثة تعطي إنتاجية أكثر فهي العملية عملية هو رغبة النحال في التربية أو نمط التربية اللي شغال عليه وأيضا اليوم يا أخوان حتى مع المعرفة وإدراك النحال ومهارات النحال يستطيع النحال حتى يستطيع إنتاج القطاعات الشمعية الشمع اللي يبني النحل بناء حر يستطيع أن ينتج هذه العسال حتى في الخلايا الحديثة وبالنسبة يا أخوان لو تكلمنا عن اقتصاديات النحال أيهما أفضل للنحال بعد أن تكلمنا عن الجودة وزي ما ذكرنا وعيد وكرر بأن كل عسل ينتج من النحل في ظروف جيدة وإعطاء النحل فرصة للعمل بالشكل الصحيح إذن كل جميع العسال كلها جيدة وبالنسبة يا أخوان لاقتصاديات النحال أنا أقول بالنسبة لإقتصاديات النحال تربية النحل في الخلايا الحديثة أفضل إيش السبب؟ الخلايا الحديثة يستطيع النحال فيها السيطرة في كل الأمور في عملية إنتاج العسل في عملية توجيه النحل النحل في إدارة الخلية بالشكل الصحيح التحكم في الخلايا أيضا كمية العسال المنتجة من الخلايا الحديثة تفوق أضعاف مضاعفة لإنتاج الخلايا الأعواد إذن لا يوجد مقارنات من ناحية الاقتصادية أما من ناحية الجودة كما ذكرنا يا أخوان بأن كل نمط من أنماط التربية له خصائص ولكن بشكل عام كل الأعسال جيدة إذا أخذت حقها واستطاع النحال أن يتعامل مع النحل بالطريق الصحيح وأيضا يا أخوان بالنسبة لجودة العسل جودة العسل لا تقرن فقط بعملية قوام العسل جودة العسل لابد تأخذ أمور كثيرة خلو هذه الأعسال من الخلط من التدخلات النحال من التغذية أثناء المواسم يعني في البعض فرضنا يغذي أثناء الموسم بحجة أن النحل لا يخزن التغذية السكرية يخزن الرحيق التغذية السكرية يستهلكها في عملية التحضين وهذا كله كلام مصحيح فحنا لا نهتم من موضوع كثافة العسل ونترك الجوانب الأخرى دائم جودة العسل تكون لابد انتاج عسل حر بعد تنظيف الخلايا من العسال القديمة فرضنا وأيضا عدم تغذية النحل أثناء الموسم لا بداية موسم ولا آخر موسم ولا في أثناء الموسم علشان أنتج عسال حرة دائما يا أخوان الخلايا القوية ذات الكثافات النحلية العالية هي من ينتج العسل سواء كانت خلايا أعواد أو خلايا حديثة الأمر الآخر يا أخوان ما في مانع أني أنا أربي خلايا حديثة أربي النحل في خلايا حديثة وأمتلك أيضا خلايا أجباح يعني الموضوع ليس انقسام يعني ناس تؤيد الخلايا الحديثة وناس تؤيد الخلايا الأعواد لا أستطيع أنا أربي نحل في خلايا حديثة يكون عندي أيضا خلايا أعواد لأن بعض الناس يعشق هذه الخلايا الأعواد أو أنه يحب هذه الخلايا الأعواد فرضنا إيش المانع يعني أني أوثق بين الأمرين يكون عندي تربية في خلايا الأعواد وأيضا عندي يكون تربية في خلايا حديثة الأمر الآخر أنا كنحال لا أصغي إذني كثير للآخرين أنا عندي نحل وأمتلك نحل فرضنا أربي في خلايا حديثة وأيضا أربي في خلايا الأعواد ومع الوقت ومع الزمن خلال سنة سنتين ثلاث رايح يكون عندي اطلاع كامل على أيهما أفضل وأيهما أفضل اقتصاديا من الأمور المعيبة يا شباب إننا نعيب فرضنا تربية معينة يعني فرضنا عيب من يربي إنتاج عفوا من يربي في الخلايا الحديثة أو صحاب الخلايا الحديثة يعيب من ينتج في الخلايا الأعواد هذا عيب يا أخوان أولا الرازق الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى الغريب أيضا يا أخوان عندما نتذجادل في مثل هذه المواضيع يعني هل وصلنا إلى درجة إنتاجية عالية لم نستطيع أن نسوق هذه الأعسال من كثرة هذه الأعسال ونبدأ ننتقص في أعسال بعض أو في طرق تربية بعض لا حنا عارفيني يا أخوان في كل مكان في اليمن في السعودية في كثير من الأماكن أحيانا يكون شح في المراعي بسبب تقلبات الأجواء أحيانا يكون في شح في عمليات الإنتاج ولا يوجد إنتاج يغطي احتياج السوق فعلشان كذا الأمر لا يحتمل الآن أننا تصارع في أمور ليس لها يعني زي ما نقول ما لها داعي فالحمد لله الرازق الله سبحانه وتعالى والإنسان يسعى ويعمل ولا نعيب ما لدى الآخرين فكل إنسان الله سبحانه وتعالى بيرزقى على قدر ما قدم من مجهود وخوف من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يطرح البركة للإنسان الذي يتق الله سبحانه وتعالى أيضا يا أخوان لا نغفل عن جانب الخلايا الأجباح الخلايا الأجباح ممتازة حتى في الصناعات التحويلية أنتج فرضنا الشمع الطبيعي من الخلايا البلدي بعد الخلايا الأجباح البلدي بعد فرز العسال أو تصفية العسال من هذا الشمع أستطيع أن أستخدم أو أعمل على هذا الشمع وتدوير هذا الشمع والإنتاج من مستحضرات طبية لاجية من أفضل ما يكون فلا نقلل من أي عملية تربية أو طريقة تربية فزي ما ذكرنا كل نمط تربية له ميزة معينة فالكل في خير يا شباب فلا نتجادل في أمور عقيمة نعتبرها أمور عقيمة ليس لها داعي نهائيا نحاول زي ما ذكرنا يا أخوان أن نعمل ونجتهد وننصح الآخرين بدون التحيز والتجربة خير برهاني يا أخوان زي ما ذكرت لا تأخذ بكلام الآخرين كثير جرب هنا وهنا وقارن وشوف الشيء اللي أرتحت له فأعمل عليه ممكن أن تنجح في خلايا حديثة غيرك لا يستطيع النجاح في الخلايا الحديثة وهذا معناه أن ليس بمعنى أن الخلايا الحديثة غير جيدة لا ممكن قدرات الشخص الإدارية الجسمانية العقلية ممكن يختلف من الشخص الآخر ولا يستطيع فيرى أن العمل على الخلايا الأعواد الأجباح هي الأفضل والأنسب له فرضنا فهنا هذا معناه مو أنا لم أستطع العمل على الخلايا الحديثة بمعنى أن الخلايا الحديثة غير جيدة ولا تنفع وأعيب هذه الخلايا الحديثة خلص نصيبا أني أعمل على هذه الخلايا الأجباح وأسترزق من هذه الخلايا الأجباح وبالنسبة زي ما ذكرنا يا أخوان بالنسبة للخلايا الحديثة خلايا اقتصادية يعني بالنسبة للنحال أيضا الخلايا الحديثة تعطيك متسع في عمليات الانتاج المتنوعة يعني عندك انتاج الملكات عندك الأمر مهم وأساسي عملية انتاج الملكات في تحسين أداء المنحل وحتى في بيع الملكات يعني تستطيع أن تنتج ملكات بكثرة وتبيع هذه الملكات ويكون العائد اقتصادي عليك جيد أيضا عملية التقسيم من أسهل ما يكون عملية الفحص في الخلايا عملية إبدال الملكات في الخلايا عملية انتاج حبوب اللقاح أيضا الآن ما شاء الله كثيرا بدأ يتجه إلى عملية انتاج سم النحل الغذاء الملكي إذن الخلايا الحديثة يا أخوان ترى فيها فوائد كثيرة من الناحية الاقتصادية ولكن وأعيد وأكرر وكلمة ولكن لا بد يكون عنده الإنسان إدراك مهارات حبل العمل متابعة ما في شي يجي بالساهل أما من ناحية الجودة اللي اختلفنا فيها إخوان كل تربية تعتبر جيدة وكل انتاج تعتبر جيد والجودة دائما مقرونة بعمل النحال وطريقة النحال وإدارة النحال ومتابعة النحال فكل هذه تعطينا انتاجية جيدة وممتازة في أي خلية كانت وفي آخر الكلام يا أخوان نعتذر على الإطالة ولكن وجدت فرصة بأن أسهم في كثير من الجوانب للإضاحة والبيان وبصفة عامة يا أخوان أي شي ينتج من النحل في أي نمط من أنماط التربية في أعواد في أجباح في خلايا حديثة أدوار أقل أكثر إذن كل الانتاجيات جيدة والانتاج الجيد مقرون بعمل النحال وتدخلات النحال فالنحل كل عمل النحل جيد الذي يفسد عمل النحل أو انتاجية النحل هي تدخلات النحال الغير مؤقتة الغير جيدة